أهلا بكم جميعاً وصباح الخير من هنا من معرض الكتاب في فرانكورت النسخة الخاصة لحوارات المعرفة ومعنا اليوم السيد فليب كوفنر وهو مدير استكشاف الاتجاهات والابتكار في ألمانيا لاتجار والاستثمار جي تي اي اي من برلين صباح الخير فليب صباح الخير لكي ايضاً جلستنا اليوم ستكون بعنوان توقعات النظام البيئي للشركات الناشئة وان تقف الحكومات قبل ان نبتد هناك بعض التحضيرات الادارية التي نخبر بها المشاركين هناك تتوافر الترجمة باللغتين العربية والفرنسية يمكنكم الضغط على زر الكرة الارضية الذي يظهر امامكم على الشاشة لاختيار اللغة التي تريدونها ايضاً ان كانت لديكم اي من الاسئلة يمكنكم وضعها وطرحها في صندوق الاسئلة وسيكون الفريق مسؤولاً عن ارسال هذه الاسئلة لنا وسنحاول ان نناقشها قبل ان نبتدئ هل يمكنك ان تخبرنا عن عمالك في جي تي اي اي في المانيا لتجارة والاستثمار؟ نعم اريد ان اطلعكم الغالبية الذين لا يعلمون عن المانيا لتجارة والاستثمار هي جهة حكومية واحنا نقوم بالاستثمارات وترقية الاستثمارات والتسويق لها وهي وكالة للتنمية الاقتصادية في جمهورية المانيا الاتحادية ونحن نقوم بالجانب التقني والشركات الناشئة نحاول ان نبني هذا النظام البيئي للشركات الناشئة ونحاول ان نعممها على النطاق الدولي هذا بشكل عام هو ما نقوم به في هذه الشركة او في هذه المؤسسة شكراً لك فيليب اريد ان اذكر ايضاً ان جي تي اي آي في هذه الهيئة قمت بالقول بانكم انتم تقومون بترقية وتسويق هذه المبادرات دولياً وهذا ما نبتدئ به قد نبتدئ بالعرض التقديمي الذي تريد ان تعرضه لنا حالياً شكراً نعم سابتدئ بالعرض التقديمي اريد منكم التأكيد ان كنتم ترون الشاشة نعم انا لا استطيع رؤية المشاركين وانا ولا حتى المتحدثة زميلتي ولكن خلال هذه الخمسة عشر دقيقة سأخذكم بهذه الجولة انا فيليب كيفنر انا اعمل لصالح المانيا للتجارة والاستثمار وهي وكالة للتنمية الاقتصادية في جمهورية المانيا الاتحادية وخلال خمسة عشر دقيقة القادمة سأحاول ان اخبركم عن نبذة عن الشركات الناشئة في المانيا وكيف نحن كهيئة حكومية نحاول ان ندعمها ونطور نطور هذه الشركات وكما قلنا بان هذه المبادرة تسمى بمبادرة ديجيتال هب وهي مبادرة دولية قبل ان ابتدأ بالنظام بعمل اعدادات هذا النظام البيئي نحاول ان نعلم ما هي الظروف المناسبة لكل شركة ناشئة هذه المانيا التي ترون خريطتها على شاشة هذه الخريطة توضح مواقع توزع جغرافي لشركات ناشئة وان كنتم ترون ايضا هناك مقارنات مع دول اخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة هناك فرق شاسع بين هذه الدول بان النظام البيئي الاقتصادي في المانيا متنوع ومتوزع وليس هناك مركز واحد للاقتصاد كما تلاحظون هذا في فرنسا او غيرها من الدول وكما تعلمون منذ ان ابتدأت الصناعات في المانيا كانت تتمركز في الجنوب فهذه هي كانت البداية للنظام الاقتصادي الالماني وكما ان ما ترون بان 17% من اشركات ناشئة في برلين على الرغم من ان برلين مدينة ليست بالضخمة ولكن بالمقارنة هناك الكثير من الشركات ناشئة بها اعتقد بان بعضكم يعلم بان برلين هي المقصد الاول لشركات ناشئة في المانيا هذه هي اشهر الشركات الناشئة وانجحها في هذه الفترة وهذه الشركات تقيم باكثر من مليار يورو وانتم قد سمعتم ببعض هذه الشركات او لم تسمعوا بالباقي قد ترون ام 26 بانك وشركات منها شركات توصيل الاطعم والاغذية والتوصيل للاشخاص والنقل وفي عدة مجالات اقتصادية هذه تعد نبذة عن مجموعة الشركات التي اصبحت من الشركات الناجحة جدا في عدة مجالات متنوعة وهنا ايضا هذه الشاشة نفخر بهذه الشريحة بان في 2022 قامت اوروبا بانتخاب المانيا وبرلين بالتحديد على انها هي المدينة الاولى كوجهة للشركات الناشئة وكما تعلمون بان المانيا هي ليست مقصد واحد ووجهة واحدة وانما هناك وجهات متعددة داخلها هنا ايضا ان رأيتم هذه الارقام التي ترونها في 2021 حوالي الثلاث الاف واربعمائة وثلاث واربعين الف شركة ناشئة تم اطلاقها في ذلك العام وبتكلفة سبعة عشر فاصل ثلاثة مليار يورو وكما تعلمون الاي سيتي هي تعتبر من اكثر المجالات التي يمكن ان تنشأ فيها العديد من الشركات وتحاول فيها النجاح وغيرها من المجالات ايضا نماذج الاعمال في 2020 نجد بان نظام الساس او نظام الخدمات كمنتج هو الاكثر طلبا لدى الشركات الناشئة وهذا ما تقوم به اغلب الشركات الناشئة في المانيا ايضا ان اردنا ان نتحدث اذا نظرنا الى المؤسسات من النساء سيدات الاعمال نجد بان هناك ارتفاع نسبي من بين 2020 و 2021 تقريبا بين السبعة عشر بالمئة الى ثمانية عشر بالمئة من الشركات الناشئة يتم انشاؤها وتأسيها من قبل سيدات عاملات في المجال الاقتصادي وهذا بشكل او باخر يعني بانه كل خمسة شركات ناشئة قد اسستها سيدة وهذا امر ايجابي ايضا الاستثمارات وصلت باعلى مستوياتها في 2021 لكن على الرغم من ذلك انكم يجب ان تعلموا بانه مقارنة مع الدول الاوروبية هناك بعض الدول التي توفر الدعم المالي بشكل اكبر بمستويات اعلى لذلك عندما نقول بان هذه المستويات التي ترونها على الشاشة عالية هي مقارنة بالمقدرات التي توفر من الحكومة الالمانية وهي بارتفاع ايضا اخبرتكم بان المانيا لها هي بنية تحتية متنوعة وهذه هي قد تكون الاسباب الرئيسية ايضا السبب الثاني هو بان الجامعات تدعم الشركات الناشئة هناك كثير من الشركات الناشئة التي تم تأسيسها ضمن النظام البيئي للجامعات والمؤسسات التعليمية وان 15% بدعم من المؤسسات التعليمية والجامعات ولهذا نرى بان المنظر والمشهد العام للجامعات نجد فيه دعم وتحفيز كبير لشركات الناشئة اكثر من غير مكان وكنت متفاجئا عندما قمت بالبحث بعدد الشركات الناشئة التي نشأت بدعم مباشر او غير مباشر من الجامعات والنظام التعليمي ايضا ذكرت بان الحكومة الالمانية تحاول دعم الشركات الناشئة في المانيا لان الحكومة قد وعيت لان البنية التحتية الالمانية والاقتصاد توفر الكثير من الفرص لشركات ناشئة ولكن هناك بعض النقاط السلبية التي نحاول قدر الامكان التغلب عليها الحكومة تحاول ان تركز على الدعم المالي لشركات الناشئة وهذه نقطة اساسية وايضا اجتذاب المهارات ومحاولة المنافسة والبحث عن هذه المهارات والقدرات لان الكثير من الشركات لديها القدرة على الوصول المالي للدعم المالي ولكن ليست لديهم المهارات المطلوبة للنجاح ايضا الحكومة تحاول ان تبسط الانشاء الاعمال الجديدة والتجارة الجديدة بشكل رقمي حتى يكون تأسيس هذه الشركات بسهولة وسلاسة ايضا ان يكون هناك تقوية وتعزيز للرائدات الاعمال من النساء والسيدات ايضا محاولة دعم الشركات الناشئة بدعم من الجهات التعليمية وايضا محاولة ايضا رفع مستوى المشاركة من قبل السيدات على المستوى الدولي في تأسيس الشركات الناشئة ومحاولة تحسين السياسات وبيئة السياسات والشركات الناشئة الاجتماعية نحن نعلم ان هناك الكثير من ادوات التقييم التي يمكننا ان نتحدث عنها بشكل مفصل لاحقا ولكن الوقت لا يسعنا هنا اذا بالاختصار الحكومة الالمانية تسعى الى دعم الشركات الناشئة لتعزيز نجاحها هذه بعض المبادرات للحكومة الالمانية مثل الديجيتال هب او الذي هو ما يسمى بالوسيط الرقمي او المقصد الرقمي قاموا بوضع اكثر من 12 مركزا متوزعة في جميع انحاء المانيا لمساعدة الشركات الناشئة سأعطيكم مثالا عن هذا كمثال في هامبورغ هناك اكبر منفذ بحري في المانيا لذلك وضعنا هناك احد المقاصد لتأسيس الشركات الناشئة حتى يكون هناك استفادة من الموقع الجغرافي بالاضافة الى الوصول المباشر للشركات الضخمة بشكل او باخر الى عملاء اضافيين ايضا مثال اخر قد يكون هو فرانكفورت فرانكفورت قد تكون معلومة لبعض منكم هي عاصمة البنكية او المصرفية للمانيا فنرى ان هناك الكثير من الشركات المالية والبنوك والمصارف داخل فرانكفورت ويعملون سوية لدعم الاقتصاد الالماني المستقبلي ايضا ميونيخ قد سمعتم بشركة بيم دوليو او شركة اودي هم من اكبر المصنعين في ميونيخ وشركات ناشئة ايضا تم تأسيسها بالقرب من هاتين الشركتين الضخمتين ايضا لدعم مستقبل النقل في المانيا لماذا قمنا بوضع اثنى عشر مقصدا بدلا من واحد والسبب الرئيسي هو ان الاقتصاد الالماني متنوع واردنا ان نأخذ بعين الاعتبار تقوية وتعزيز كل اقليم من الاقاليم ووضع الثقافة الخاصة به وليس من المنطق ان نضع مقصدا واحدا ومركزا واحدا لجميع الاقاليم في المانيا ونجمعها كلها اذا هذا يساعدنا على زيادة عدد المبادرات وتنوعها التي قد تصل الى الفين ومئة مبادرة خلال العام الماضي هنا ما نقوم به هو محاولة دمج الشركات وشركات صغيرة والمتوسطة والشركات الضخمة المستثمرين وشركات العلمية في هذه المراكز ونقوم باعمال ومشاريع تعاونية فيما بيننا لمحاولة دعم الاقتصاد وزيادة التنوع واتراء الاقتصاد الالماني ايضا باختصار كما ذكرت بان الوزارة التنمية الاقتصادية والعلاقات هي المنظمة والمظلة العامة لهذه الاستثمارات وهي المظلة لألمانيا التجارة والاستثمار هناك ايضا الجهة العالمية التي تربط هذه المقاصد والمراكز بالجهات العالمية اذا مسؤولتهم الرئيسية هي الربط هذه المراكز مع بعضها البعض مثلا لدينا نحن المركز التقني والمركز العلمي فمن المنطقي ان يكون هناك تعاون ما بين هذين المركزين حتى يكون هناك تنسيق وعمل مشترك في مشاريع هذه بعض الامثلة التي ترونها مثلا احد المشاريع التي تمت بالتعاون مع بوركسفاجن وكان هناك تعاون مع رينوس ومثال اخر ايضا سمارت لين قاموا بالتعاون مع دوتش بين اذا هذه امثلة بسيطة على بعض الشركات الناشئة التي قامت بالتعاون مع الشركات الضخمة بمشاريع حتى يكون هناك فرصة لهم حتى يكونوا قادرين على تطبيق افكارهم واضافة الادوات التقنية واحدث التقنيات لتنفيذ مشاريعهم ومخططاتهم سأحاول ان استعجل في الشرائح هناك ايضا انشطة رئيسية مثل الانشطة بالتعاون مع الجهات جهات الاعلام ايضا برامج الشبكات والعلاقات وبرامج المتخصصة لرعيدات الاعمال من السيدات بالاضافة الى برامج الابتكار على المستوى الدولي نحن نقوم بدور الخبير في مجموعة من النقاشات مع الجهات الاخرى على المستوى الدولي ونقوم باعطائهم بعض المبادرات والافكار ايضا محاولة اجتذاب المهارات ايضا الى المانيا حتى يكونوا قادرين على الاستفادة وايضا محاولة النظر الى الاكثر شركات الناجحة في العالم ومحاولة تطبيق مبادراتها ايضا في المانيا مثلا احد المبادرات في هيلسينكي كان هناك احد المشاريع التي قمنا بها ذهبنا الى هذه الشركات الناشئة وقمنا بمشاركة ببعض المؤتمرات والمسابقات ايضا هنا نرى بعض الانشطة والفعاليات التي ترونها هناك نحن كشركات الناشئة او كروادي اعمال دائما ما يهمنا بشكل رئيسي ان نتعرف على رؤوس الاموال او المستثمرين فهذه الفعاليات نقوم بمشاركة بها حتى نساعد رؤوس الاموال والمستثمرين على التعرف على الشركات الناشئة والمبادرات الناجحة وتكون هذه الفعاليات على المستويات الدولية او المحلية ايضا لدعم النظام البيئي للشركات الناشئة في المانيا ايضا هنا ما يجب ان نقوم به ان كنتم انتم شركة ناشئة وانتم الان جزء من هذه المبادرة يمكنكم ان تتعرفوا على الكثير من الشركات الى السوق والاطلاع على المهارات ايضا المعروضة بالاضافة الى الميزات الاخرى التي تحدثت عنها الشركة التي ستقوم بالانضمام الى هذه المبادرة ايضا سيكون لها تخويل الوصول الى الشركات الناشئة الى المهارات كما ذكرت هذا ايضا الافكار الجديدة التقنيات الجديدة والحديثة التي قد تساعدهم ايضا مشاركات من قبل المستثمرين فيمكنكم ايضا اتعرف على المستثمرين المستثمرين دائما يخبرون فليب مثلا بعض المستثمرين من السوق البريطاني ايضا كانوا يتواصلون معي ويطلبون مني الوصول الى شركات ناشئة في المانيا فنحن قمنا بمساعدتهم وربطهم مع الكثير من الشركات الناشئة باختصار هناك فائدة كبيرة للشركات الناشئة للمؤسسات الضخمة للمستثمرين ونحن نؤمن بانه من خلال دمج كل هذه الفئات المختلفة نحن نقوم بتعزيز نظام البيئة الاقتصادي في المانيا هذا ما نقوم به لدعم النظام البيئة الاقتصادي في المانيا ولتطويره وهنا نصل الى نهاية هذا العرض التقديمي الخاص به والان استطيع رؤية نفسي فليب للتأكيد بان الجميع كانوا قادرين على رؤيتك ورؤية العرض التقديمي الخاص بك اثناء تقديمك له أريد أن أشكركم على الجهود المبذولة في هذه الهيئة في محاولة بناء نظام البيئي للشركات الناشئة وتبسيطه وتسهيل الأعمال للمؤسسين لدي بعض الأسئلة وأيضا من الجمهور وساطين بعض الأسئلة أريد أن أسأل منها ما هي الاختلافات والتشابهات بين النظام البيئي الاقتصادي الألماني مع دول أخرى مثلا فرنسا سؤال هام ودائما ما يتم سؤالي عن هذا الموضوع إذا ذكرت في الشريحة الأولى في الخريطة الألمانية ووجدنا كثير من الدوائر على خريطة ألمانيا التي فيها توزعات شركات الناشئة النظام السياسي الألماني لأن ألماني هي دولة لا مركزية بحكومات متوزعة ومتعددة وهذا يعني بأنه لكل ولاية من هذه الولايات أو الأقاليم لها نظامها البيئي الاقتصادي الخاص بها ونحن كمبادرة فدرالية اتحادية نقوم دائما بالعمل مع هذه الأقاليم وأنظمتها البيئي الخاصة بها اللامركزية هي السبب الرئيسي أعتقد في فرنسا هناك فرنش تيك هناك منظمة واحدة هي المسؤولة عن النظام البيئي الاقتصادي الفرنسي ولكن نحن بشكل اتحادي نقوم بشكل إذن هي مقارنة بين المركزية واللا مركزية إذن القرار السياسي واختلافه بين الدولتين عندما نتحدث عن عملية تعاون مع أحد الأقاليم في أحد المراكز يجب أن نتواصل معهم كحكومة ذات قرار سيادي ونحاول أن نصل إلى اتفاقات معهم إذن هذا هو الاختلاف الكبير والأساسي بينهم ما هي الأدوار التي تقوم بها الحكومة الألمانية جذب ودعم الشركات الناشئة؟ نعم كما ذكرت بأنهم يقوموا بإعداد استراتيجية الشركات الناشئة العالمية وهي نقطة بداية هامة نحن يقومون بجميع المقاييس كلها في استراتيجية واحدة هناك مجموعة من البرامج ومجموعة قياسات الدعم التي تعمل جمعوها كلها مع بعضها البعض أعتقد بأن طريقة الأفضل لتعبيري عنها هو محاولة أخذ نقاط القوة من كل برنامج من هذه البرامج ووضعها في برنامج واحد دولي وسياسة استراتيجية واحدة إلى بعض النصائح التي يمكن أن تخبر فيها المشاركين ماذا يجب عليهم أن يقوموا حتى يكونوا قادرين على إنشاء شركة ناشئة في ألمانيا؟ أعتقد أن هناك بعض النقاط التي يجب أن يخذوا بعين الاعتبار مثلا أغلب الشركات الناشئة الخطوة الأولى هي الخطوة الأساسية إن أردنا أن نؤسس شركة ناشئة في ألمانيا أولا نبحث عن الشركاء الذين يمكن أن يكونوا قادرين على جذب الاستثمار وهذا يعتبر الخطوة الأولى الأساسية أيضا يمكننا أن أوصي أن يكون هذا الشخص يتحدث باللغة الألمانية لأن الكثير من الأشخاص في ألمانيا خلال الجيلين الماضيين كانت لديهم مستويات عالية في اللغة الإنجليزية لكن الخمسة بالمئة الباقية لا يمكن أن يتم التعبير عنها إلا باللغة الألمانية لكن كنصيحة إن أردتم المجيء إلى ألمانيا وإنشاء شركة ناشئة أعتقد بأن التحصل على اللغة الألمانية هو نصيحة هاما أيضا معرفة التعقيدات الموجودة في الإدارة الألمانية لأن هناك الكثير من الأوراق التي يتوجب عليك أن توقعها تحصل على توقيعاتها ومستندات التي يجب أن تحصل عليها أيضا إن لم تكن قادرة على لأن ليس جميع المستندات باللغة الإنجليزية هناك بعض المستندات التي يجب أن تكون باللغة الألمانية ويجب أن يكون التواصل باللغة الألمانية فاللغة الألمانية نقطة هامة إذن حاجز اللغة بغض النظر عن المكان الذي تريد أو المركز الذي تريد به الشركة الناشئة من خارج دولة أن تذهب إليه وذا سواء كانت برلين فرانكفورت أو ميونيخ أو غيرها أعتقد بأنك تنصح بأن يكون هناك شخص معهم يتحدث اللغة الألمانية أعتقد أن السؤال لا يتعلق بالجغرافية بغض النظر عن المكان هو إذا تحدثنا إذا تحدثنا مع الشركة من الشركات العالمية المعروفة مثلا في ألمانيا باللغة الإنجليزية من السهل جدا أن نتواصل معهم باللغة الإنجليزية ولكن إن أردنا أن نتحدث مع شخص من الجمهور فستكون من المحظوظين إن تحدث معك وتجاوب معك باللغة الإنجليزية كما ذكرنا هناك بعض الأوراق التي يجب عليك أن تملأها خلال يوم أو يومين فاللغة الألمانية أساسية سواء شخص يحتاج إلى تعلم اللغة الإنجليزية أو نستفيد من خبرة أحد الأشخاص إذن كما ذكرنا بأن النظام الذي ذكرته هناك الكثير من الأشخاص يمكن أن يساعدوكم إذن النقطة الثالثة يجب علينا أن نستخدم ونستفيد من الدعم المتوفر والذي تقدمه الحكومة الألمانية والهيئة نحن نريد ونسعى إلى مساعدة الشركات الناشئة إلى القيام بالمجيء إلى ألمانيا من أي دولة أرادت كيف يمكن كيف يمكن الجهود الألمانية أن تتضافر وما هي الفائدة من ذلك أعتدر لم أستمع إلى السؤال بشكل واضح كنت أريد أن أسأل عن كيف يمكن لدول أن تتعاون فيما بينها البين بالابتكار ما هو الدور الألماني بما يتعلق بهذا الموضوع هل تتحدثين على المستوى الحكومي؟ نعم أيضا هي نقطة أفضل تحدث عنها وقريبة من قلبين أن الحكومة الألمانية لا تفكر فقط في ألمانيا بل أيضا تفكر في مصلحة الاتحاد الأوروبي ككل لأن ألمانيا هي جزء من هذا الاتحاد ونحن نقوم بالكثير من علاقات مع الشركات خارج ألمانيا وكلما نزور أحد القمم نقوم بالاجتماعات الكثيرة قبل هذه القمة ونقوم بالتواصل مع شركات تسويق الأعمال وأيضا نطرح الأفكار التي يمكنهم من خلالها معرفة ما هي الحلول التي يمكننا أن نتعاون فيما بيننا ونتبادل الخبرات الأفكار أو المشاريع المشتركة البرامج المشتركة التعاون القريب جدا فيما بيننا وما بين بعض الشركات في مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي هي نقطة الأساسية نحن لا نفكر بألمانيا فقط نحن نفكر بالاتحاد الأوروبي كأوروبيين ذكرت في أحد الشرائح بأن نسبة السيدات المؤسسات ورائدات الأعمال في ألمانيا وكيف ارتفعت إلى 17.7% في 2021 أعلم بأن هذه المسيرة تحتاج إلى وقت وهذه الأرقام تحتاج إلى وقت أن ترتفع أنت ذكرت بأن الحكومة الألمانية تريد مساعدة السيدات ورائد هذه الفجوة بين رواد العمال السيدات والرجال كيف يمكن الحكومة أن تقوم بهذا؟ أعتقد السؤال هو من أين نبتدأ لحل هذه المشكلة أو لدعم هذه السيدات الشركات الناشئة تبدأ بالشركات الإلكترونية والمعلوماتية فبالتالي محاولة دعم السيدات والنساء لدخول في عالم التكنولوجيا والتقنية سيساعد على زيادة فرصة نسبة السيدات المؤسسات للشركات الناشئة إذن فبالتالي التواصل مع النظام التعليمي سواء كان على مستوى المدارس أو الجامعات إن كان هناك زيادة في نسبة المبرمجات والمتخصصات في المجال التقني هذا سيرفع من نسبة السيدات في هذا المجال أيضا مساعدة رائدات الأعمال والمؤسسات من خلال إعطائهم المساعدة سواء بتوفير العلاقات لهم الدعم المالي البرامج والوصول نعم هذه بعض الأفكار التي أفكر بها مما يتعلق بهذه النسبة سؤال من الجمهور كيف يمكن لشركات الناشئة أن تحاول أن تواجه الكثير من المقضايا مثل نقص العمالة مثل السلاسل التوريد وغيرها أعتقد هذا يعتمد على على ما تقوم به إن كنت شركة الناشئة أنت يمكن وتقوم بتعاون مع منتجات غير مادية فبالتالي لن تكون مضطرا لاستخدام لسلاسل التوريد بنفس المستوى للمنتجات المادية لدينا أحد الشركات الناشئة كمثال لديهم مبيعاتهم ومراكز الأعمال لديهم في ألمانيا ولكن لديهم الفرع الاقتصادي أو الإدارة الاقتصادية أو المالية في فيتنام فهم يقومون باستفادة كشركة ناشئة من العالمة أعتقد بأن مقارنة أجرة العمالة بين فيتنام وألمانيا كبيرة جداً لذلك هم مستفيدون وأيضاً يوفرون فرصاً للعمالة في دول أخرى أعتقد هناك الكثير من الحل التي يمكن أن نفكر بها لكن تحتاج إلى معرفة ما هي الشركة الناشئة ونوع العمل أحد الأسئلة أيضاً التي تحدثت عنها عندما ذكرت مثال المنتجات غير المادية بما يتعلق بالمنتجات الرقمية سواء كانت العملات الرقمية والنفتي والكثير من هذه المجالات التقنية الجديدة كيف تتعاملون مع هذا النوع من الشركات الناشئة لا أعتقد بأن استوعبت السؤال كيف يمكنكم أن تشجعوا الشركات الناشئة التقنية المتعلقة بالميتافيرس أو الكريبتو كارنسي والعملات الرقمية وغيرها ما هي المقاييس التي تتبنونها عندما تتعاون مع هذا النوع من الشركات أعتقد أن هذا السؤال ليس مباشراً لي ولكن أعتقد المركز التقني لدينا يمكنهم أن يجيبوا عن هذا السؤال لأنهم يقومون بعمل ويتعاونون مع الشركات الناشئة التي تتخصص بالعملات الرقمية أعتقد أن خبرة العلمية في هذا المجال ليس بالمستوى الذي يسمح لي بالإجابة لكن إن أراد الشخص الذي طرح السؤال للوصول إلى معلومات أكبر يمكنه أن يتواصل معه وسوف أحاول أن أربطه بالأشخاص المتخصص سؤال آخر ما هي بعض الإصلاحات التي حصلت على المستوى المحالي في ألمانيا مثلاً القوانين الاقتصادية المالية وغيرها لدعم الشركات الناشئة هناك بعض التغيرات القادمة في أزمة القريبة القادمة الحكومة الألمانية تحاول أن تبسط وتسهل الإجراءات لأنهم يعلمون بأن هناك بعض التعقيدات الموجودة لتأسيس شركات ناشئة وأعتقد هذه إذن سيتم التركيز حالياً على عملية تأسيس الشركات الناشئة وسيكون هناك قوانين تسهل هذه العملية لدينا سؤال أيضاً من دكتور خالد الوزني إلى أي مستوى الشركات نعتذر على عدم سماع السؤال بطريقة واضحة في كثير من المراكز المتخصصة هناك يجب أن يكون جامعة مرتبطة بشكل كبير جداً وقريب في المركز في نفس المنطقة المحلية إذن هناك علاقات مترابطة وقريبة بين مراكز التجارية وبين المؤسسات التعليمية لذلك لا يمكننا أن نقلل من الأثر الذي تؤثر به الجامعات على الشركات الناشئة سأجيب بهذه الطريقة الشركات الناشئة في ألمانيا التي أتت من الجامعات الطريقة النموذجية التي تأتي فيها تتأسس في هذه الشركات ثلاثة من الشباب قاموا بجاءوا من أحد الجامعات ذات المستوى العالي في ألمانيا ولديهم فكرة رائعة جداً متعلقة بالطاقة لديهم هذه الفكرة مفصلة بطريقة جيدة ولكن ليس لديهم المقدرات على طرح الفكرة بطريقة مناسبة قد يكون طرح الفكرة أو هذا المشروع أو هذه المبادرة ولكن الرسالة لم تصل بطريقة صحيحة فهناك الكثير من الحالات شباب من المهندسين الصغار ممتازين في عملهم ولديهم فكرة منتج رائعة جداً ولكن ليس لديهم القدرة على البيع لهذه الفكرة إذن وهذا ما يعاكس ويتباين مع الشركات الناشئة في الولايات المتحدة الأمريكية لأن لديهم ميزة طرح وتسويق لأفكارهم بطريقة رائعة جداً هناك إذن ما يحتاجونه بشكل دائم إلى المساعدة كيف يمكنهم أن يصلوا إلى إيصال الفكرة المناسبة نعم لأن هذه النقطة هامة جداً لأنه إذا أردنا أن نحصل ونجتذب المستثمرين والعملاء يجب أن يكون هناك قدرة على التعبير عن المنتج وما هي الفائدة من ورائه بطريقة مختصرة إذن بالنظر إلى الخبرة الألمانية في شركات الناشئة أو نظام البيئة الاقتصادي كيف يمكن؟ ما هي الأفكار التي يمكن أن يتم تطبيقها في دول أخرى؟ نحن هناك الكثير من الشركات الضخمة سواء في المجال المواصلات أو سواء كان في مجال الطاقة هناك الكثير من الشركات الناشئة التي تسعى إلى أن تؤسس أعمالها في ألمانيا وتقوم بمشاريع مع هذه الشركات الضخمة نرى أيضاً في كوريا بعض الأمثلة عن هذه الشركات الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا هي عميل هام جداً للشركات الناشئة العالمية عندما أتواصل مع الشركات الناشئة العالمية لدينا يقول لي هناك لدينا فكرة رائعة تتعلق بالطاقة أو بالنقل فأقول لهم إن كانت فكرة جيدة هذا أمر ممتاز ولكن تركيزكم لا يجب أن يكون على الشركات الضخمة فقط أيضاً هناك شركات صغيرة ومتوسطة قد تكون هي بحاجة كعميل لهذه الحلول التقنية أو الحلول الطاقية التي أنتم ستأتون لوضعها هنا في ألمانيا إذن إن أردت أن تفكر بالوصول إلى ألمانيا حاول أن تتواصل مع الشركات الضخمة الصغيرة والمتوسطة نعود إلى التكنولوجيا كيف؟ ما هو مستوى الاستدامة للشركات الناشئة في المجال التكنولوجي وخصوصاً كما نرى في هذه الأيام ارتفاع نسبة التهكير والاختراقات كان لدي شريحة قبل سابقاً تتحدث عن استدامة الشركات الناشئة ولكنني حذفتها من العرض التقديمي أعتقد بأن الاستدامة هي قضية هامة جداً وتحدي يواجه الشركات الناشئة سواء كانت هناك الموارد المالية أو المهارات أو بعض النقاط الأخرى التي تحتاجها هذه الشركات الناشئة لتكون قادرة على الوصول للاستدامة أيضاً الاستراتيجيات التي تتدخل هنا الحكومة الألمانية في محاولة دعم شركات ناشئة حتى تكون لديها استراتيجيات مستدامة في العمل إذن نعود إلى التعاون التآزر بين الدول أعتقد كيف ترى المستقبل لشركات ناشئة في الخليج العربي وأن هناك فرصة تعاون بين ألمانيا وبين شركات ناشئة في الخليج لم أستطع ولم يتسنى لي المشاركة ولكن صديقي أتى من جايتكس الأسبوع الماضي من دبي وكان هناك مدراء مراكز ومشاركين وكانوا منبهرين بهذا المؤتمر أنا ذهبت إلى جايتكس منذ خمس أعوام وأعتقد بأن جايتكس والتعاون بين الخليج وبين الاقتصاد الألماني سيكون هاما جدا ليس فقط كمورد ولكن أيضا كسوق إذن هذه العلاقات هامة جدا أعلم بأن أحد الشركات ناشئة لدينا كان أثار اهتماما في أثار اهتمام الحكومة الإماراتية بطريقة إيجابية وهذا أمر جميل جدا أيضا بشكل أو بآخر أيضا على النحو التالي أن السوق الألمانية أيضا قد تكون مستهدفة للشركات ناشئة الخليجية إذن هي علاقة تبادل أنت ذكرت أنه إذن سؤال آخر ننتقل إليه من الجمهور ما هي العوامل الأساسية التي تحرك نظام البيئي للشركات الناشئة بطريقة ديناميكية وسلسة ومرينة أعتقد ليس هناك إجابة واحدة ولكن سأجيب عن تجربتي في ألمانيا الجامعات هامة جدا للمؤسسين العلاقات مع الرواد الأعمال والشركات الموجودة في السوق لأنك يمكنك أن تحصل على عملاء بالإضافة إلى اجتذاب نظر وإجتباه انتباه الحكومة لأن الحكومة هي الدعم الأساسي يجب أن تكون هي الدعم الأساسي للشركات الناشئة يمكننا أن نقارن ألمانيا مع بعض الأنظمة البيئية في دول أخرى لكن أنا أنا فخور بأن الحكومة الألمانية قامت بإعداد هذه الخطط الاستراتيجية للشركات الناشئة لأن هناك الكثير من الدول التي لا نرى فيها تحرك من قبل الحكومات وليس هناك أي دعم من قبل الحكومات فبالتالي في ألمانيا نحن نرى أن الحكومات تسعى بكل جهد حتى تدعم الشركات الناشئة سؤال أخير باختصار كيف للدول النامية ماذا يتوجب عليهم أن يقوموا حتى يبتدئوا ببناء النظام البيئي الاقتصادي سؤال صعب في النهاية فقط بدايات أو أفكار بسيطة الاستماع للمؤسسين والاستماع للشباب الذين يريدون أن يؤسسوا شركات ناشئة ونحاول مساعدتهم من خلال بناء نظام اقتصادي أعتقد بأن هذا أمر غريب أو هذه الإجابة غريبة لكن الشركات الناشئة تتعزز وتنمو وتثمر إن كانت تحت رعاية شركات أخرى إذن نحن نقوم بربط بين الشركات الحالية أو الشركات الناشئة حتى وإن كانت بشكل بسيط وأيضا محاولة خلق مثل النظام المجتمعي بين هذه الشركات الناشئة والشركات الموجودة تحت مضلة الحكومة شكرا لك فليب سنعود في جلسات حوارات المعرفة على الساعة الرابعة مع ستيفاني بجلسة بعنوان تصديح التسلسلات الهرمية التنظيمية ونشكركم على مشاركتكم معنا تحت رعاية الأمم منظمة المنتحدة الإنمائي برنامج الأمم المنتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد ولدينا بعض الجلسات لمواضيع مختلفة أخرى يمكنكم أن تتواصلوا معنا وتحضروا هذه الجلسات في الأيام القادمة نشكر الجمهور المشاركين معنا المترجمين القائمين على العمل المسجرين والجميع نعم هذه الجلسة ستكون متاحة أيضا الأسبوع القادم ومسجلة شكرا لكم وإلى اللقاء